صراب صراب يا دنيا العذاب صراب الله جاب الله خد الله عليه العود ايه ده؟ هو مش ده دوري؟ اولا مش مسموح لحد يقيته على البروفا غيري تاني حاجة وده الاهم نسيت اقول لحضرتك يا استاذ عليا انا المخرج انا اللي اقول مين يعمل ايه؟ تبتعم ايه كده ليه؟ يا سيدي ده انا بساعدك يعني شايفك مشغولة بالخطوبة وتجهزات الفرح فقلت الماريون تذاكرها عشان تبقى ستاند باي واو بقى الجهزة سيبك من ماريون دلوقتي والدور طمينيني جبتوا السيني ولا لسه؟ السيني اوصفت ايه؟ انا باني ثلاث شهور متمره على الدور وما قصرتش لا قصرت او ما قصرتش دي انا اللي اقولها وبعدين مش كيفية يا استاذة عليا ان انا جيت ببروفا وشفت كنتي وخطيبك المحترم متخطيين حدود الادب وشغالين على مصر حيتي اللي انا مخرجها في عدم موجودي فحدي نسيبك من كل ده؟ بص كده على ماريون؟ بزمتك مش لايق على الدور؟ عمر طب هراهنك انها هتكسر الدنيا وهتقولي ام جدقال طب وانا؟ انت معانا في الفريق يا علي يعني نشوف لك اي دور تاني ايه رأيك في دور زينب؟ صغير وهتعمليه كويس هو انت جيت تقولي كده قبل العرض بيوم؟ ولو قبل العرض بساعة دي رؤيته يا حبيبتي بحدي ان انا عادت مع الادارة والمنتجة وشايفين ان رؤيته صح وليه احنا تعلمناها كده؟ مصلحة العرض؟ اهمل من مصلحة الفرق؟ ولا ايه؟ هم؟ اكسم من اللي انت بني دم مارين انا باكرعك علي 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 انت رأيك فين؟ يا ماريون تاني بس يا علي يا علي استاني بس هفهمك هتلاهميني ايه؟ انت يا ماريون انت من فيه كده؟ طول الفترة اللي فاتت كنت بمورنك عطلو ما تجيشت من اللي انت يا ماريون؟ علي يا بجد انا مش عايزة كتزعلي مني انت عارفة ان انا معتبرك اختي انا طول الفترة اللي فاتت كنت بفكر هجبها لك ازاي بس انت برضو اكتر واحدة عارفة ان انا كان نفسي في الفرصة دي من زماني وهيجات لي ومش هسبها بجد ما تزعليش مني كده كده امجت كان هيجيب واحدة غيرك فقلت انا اولى فولاش نخسر احنا الاتنين عشان خطري يفهميني قريتك ما عملت كده اخسر يا ماريون كنتي غالي عندي اولى عليا